اشتركوا في القناة يعني تشرفوني بموافقتك ودعمك في أم عزيزة علي هي أمي أمرعد صديقة إلنا على القناة وهي بمثابة أمي وقفت معي مواقف كثيرة ما بتنعد ما بتنحصر بكل أنواع الوقفات هي الآن بتمر بذيقة بطلب من الجميع يعني دعوة الغريب مستجابة فبطلب من الجميع أنه يتوجه بالدعاء في هاي الأيام الفضيلة أنه ربنا يرفع عنها الغمة ويكشف عنها الغمة وينصرها وينصفها ويحميلها أولادها ويفرجها أمها وكربها فهذا أقل شيء بنقدر نقدموا لإلها في هاي الأيام الفضيلة واعتبروها صدقة وأجر وثواب وإلكم أكيد بالمثل وإلكم كل الاحترام والتقدير ما خذلتوني في يوم وما أعتقد أنكم اليوم راح تخذلوني وتخذلوا مرعد بهذا الطلب إن شاء الله تعالى وإلكم كل الاحترام والتقدير خلينا نروح على توقعاتنا اليوم اليوم توقعاتنا اليوم السبت 24 نيسان القمر طبعا اليوم راح يتنقل ما بين العذرة وما بين الميزان هو موجود الآن في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يمكت فيها لغاية الساعة 2 و5 دقائق يعني نعتبرها إحنا في ساعات العصر بعدها من عصر يوم السبت بعدها بنتقل القمر بصير في منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي طبعا القمر بما إنه راح يكون لفترة طويلة من النهار يعني لساعات ما بعد الظهر في برج العذراء فبيظل مؤثر علينا إنه منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد إنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر إنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين مشرب الكحول أو المهدئات وبوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا في عنا مجموعة زوايا أول زاوية رح تكون عنا زاوية التقاوب السلبية هي بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسع دقائق صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيعة زاوية اقتران سلبية وهي بين عطارد وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصب علينا إيجاد حل المسائل الصعبة كما أنه ممكن شوي هيك نصير عصبيي المزاج ونرتكب الأخطاء والتهور وهي فترة غير صالحة للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هذه الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وتسعة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد هذه الزاوية مباشرة بيصير في عنا خلو المسار بيبدأ عنا خلو المسار الساعة عشرة وتسعة وأربعين دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى اليوم التالي أي ليوم الأحد حتى تمام الساعة أربعة وخمسة مساء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وخمس دقائق بتوقيت جرينيتش بيصير القمر استقر في برج الميزان طبعا بما أنه رح يكون في الميزان فعلى طول الخط بتتغير طبيعتنا إحنا في هاي الفترة بنصير عاطفيين وهي فترة تصلح لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر بنكون اجتماعيين أكثر ومن ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى الوشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب واقتنا حاجية جميلة طبعا في زاوية وحيدة هي راح تتشكل بعد خلو المسار زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون فيه تمام الساعة خمسة وتسعة عشر دقيقة مساء بيخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بما أن القمر راح يكون موجود في الميزان فخلو المسار القادم راح يكون يوم الاثنين ستة وعشرين أربعة بيبدأ في تمام الساعة تناش وتسعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وثمنتعشر دقيقة مساء لا ينتقل لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب ثلاث عشر يوم في تمام الساعة وحدة وخمسة عشر دقيقة بعد الظهر بيصبح أربعة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور راح أتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر زي ما حكينا في العذراء بدنا ننتقل للميزان ورح يمكث في الميزان لغاية يوم ستة وعشرين أربعة اليوم هو منتحس بنسبة أربعين في المية أما بالنسبة لعطارد في الثورة حتى يوم أربعة خمسة منتحس بنسبة عشر في المية أما بالنسبة للزهرة في الثورة حتى يوم تسعة خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية في ناس بيسألوا بيقول لك الزهرة طيب ما هي في بيتها المفروض انها سعيدة ليش منتحسة ما هي في بيتها صحيح ولكن احنا قلنا دائما الزواية بتضعف او بتقبل كوكب وبما ان الزهرة دخلت فهي الان بتشكل زاوية اقتران مع اورانوس وهي زاوية نحيسة وفي نفس اللحظة بتشكل زاوية تربيع ما بينها وبين زحل وهي زاوية نحيسة فهي اضعفتها بشكل كبير لدرجة انه درجة النحوسة من دخولها وصلت لخمسين في المية مع الايام الجاية رح تقل هاي النحوسة ولكن طالما انه الزواية بتتشكل بتظلها تضعف لما يبلش يعمل زواية ايجابية بتصير في قوة موجودة للزهرة اما بالنسبة للمريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية اما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة عشر في المية اورانوس في التور حتى يوم 28 سعيد بنسبة خمسة في المية اما بالنسبة للمبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة خمسة في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتشعر بالارهاق بسبب كثرة العباء نظم عملك بشكل جيد ولا تهمل الواجبات حاذر من التبذير ممكن اليوم تعالج مسائل مالية ورح تجد لها بعض الحلول في بعض الاهتمام رح يكون لبعض الفوتير المتوجبة عليك او الاهتمام ببعض الدفعات او المصاريف في ساعات المساء طبعا اللي هي في لحظة الانتقال القمر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد الامور وتطرأ بعض البلبلة لان القمر بصير مقابلكم تماما علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوة القانونية لان خصمك في الفترة هاي بكون قوي والعراقيل ممكن انها تستفزك برجة ثور بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز الاعلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم حاول تثبت للمشككين طاقتك وحاول انك ما تستسلم للضغوطك قبل تحقيق الانجاز يعني بمعنى اخر بدك تثابر وتجتهد اليوم اما في ساعات المساء بيبدأ العمل عندكم بالتراكم بتكون تنتبغوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي بتكون تحاضروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا التعاون من افراد العائلة حاولوا انكوا تهدوا من روعكم وحاولوا توقف التفكير شوي وممكن تقلق بشأن احد افراد العائلة اهمش انك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام لا تناقش بجفاء بل بلويوني تامي اما مع ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف الاجواء وحاول انك ترجع العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن اليوم تحل بعض المسائل العالقة او كانت مستحيلة الفترة هاي ايجابية ودعملة لك برج السرطان بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع اخ او جار وبتكثر التنقلات وممكن اليوم تكون عندك حركة تواصل قوية جدا فترة ممتازة لعقد مؤتمر او للقيام برحلة اهمش انك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد اسلوب فضل وابتعد عن التحديات في ساعات المساء بتفضلوا التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهمش انك تتجنبوا توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار برج الاسد تم فرصة لمكسب مالي من بيجي عادة من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن اليوم تناقش موضوع مالي اهمش انك ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر اموالك وكون عاقل ومتيقظا قبل التوقيع على العقود حدد اهدافك في ساعات المساء بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وبيكون عندكم تعامل مع اخ اوجر بتكثر النشطات حسب حق الاختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم اشي انك ما تتردد بالتحرك برج العذراء ثقتكم بانفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تحسم امورك وتقرر على شيء جديد ممكن تفرح لانفراج ولتسويه او لتطور امر ما بتلفت نظر الاخرين بافكارك الخلاقة وسرعة بديهتك بتنهي مفاوضات لمصلحتك في ساعة المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اهم اش انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن اليوم تهتم لامور مالية او استشفائية برج الميزان يوم اخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والاحباط لانها هاي فترة تعتبر فترة ارهاق وتقعص ابتعد عن الاجواء الصاخبة والاماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة بيطرق تغيير للافضل على صحتكم في ساعة المساء بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تحديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك خود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لك الفرصة لغربلت ومعرفة الصديق من العدو في هاي الفترة حاول انك تظهر انفتاح واهتمام في ساعات المساء طبعا القمر بصير موجود في بيت المتاعب عندك فبدك تنتبه اكثر على صحتك لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الامور بهدوء وابتعد عن الاضواء قدر الامكان لا تقرر على شيء عشان ما يخيب املك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على انجازاته القائمة ممكن اليوم تتلقى عرض او تجد نفسك في موقع مهم فكون عند حسن الظن بك اتجنب الانفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر برضو من بعض الحوادث في ساعات المساء بتلتقوا الاصدقاء بادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لانه ممكن تجد حليفي بيدعم تصوراتك اهم اشي انك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلقى اشارة ايجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعض العواصف في ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهم شي انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع الفترة هاي بتحمل بعض القلق والتوتر برج الدلو بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاول انك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك بتنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث مواضيع مثل قرض او تمويل لا تهمل التفاصيل الدقيقة في ساعات المساء بتنشغلوا في مسائل العلاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة واليوم بصير مناسب لاجراء مقابلة او لاجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة وممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرع على رفض اي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لاخد تجربة جديدة وفي منكم ممكن يفكر في موضوع السفر برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او في مجال العاطفة ما بنصح باليوم زي هذا اليوم اتمام خطبة او زواج او توقيع عقد تجاري لانه اولا في عنا خلوم مسار القمر منتحس بشكل كبير فعشان هيكي بتكن تنتبهوا لهاي النقطة يا موليد برج الحوت حاضروا من توجيه كلام جارح او نابي او بغير محله لأي كان ممكن اليوم تواجه خصم شوي يكون شرس او تشتد المنافسة بينكم لا تخالف القوانين وعشان ما تصير انت المدان في ساعات المساء بتنهمك في اعادة تنظيم اموركم المالية لا تهملوا صحتكم بتصبح الاجواء اكثر ايجابية وبتتجاوب معاك بعض الامور وممكن تحصل على خبر يكون لمصلحتك بتلاقي اعمالك صدى طيب بهاي الفترة اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا